موسيقى أهلا بكم أعزائي ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صحافة الصحة كل ما هو جديد في أخبار الصحة كل ما هو جديد في عالم أخبار الصحة هنقش مع بعض أول بأول ملف الصحة ملف ضخم بتهتمي بيه دايما الحكومات بل والدول والشعوب وحتى أوضحت ذلك منظمة الصحة العالمية الصحة مش فقط الصحة البدنية أو الجسدية ولكن الصحة النفسية أو العقلية والفكرية وده اللي هنعرفه مع بعضي دايما في الأخبار المتجددة من خلال برنامج أخبار الصحة أو صحافة الصحة ولكن اسمحوا لي في بداية الحلقة رحب بضيف نوضيفكم الكاتب الصحفي المخدرم المتخصص في ملف الصحة الأستاذ عبدالله صبيح أهلا بك يا سوز عبدالله أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدين الكرام أهلا بك أهلا بك قبل ما نقش في الموضوع بشكل مباشر عشان وقت الحلقة بيجري بسرعة عايز أعرف رأيك واستغل خبرتك طبعا في ملف الصحة ككاتب صحفي متخصص عايزين نعرف رأيك في قانون التأمين الصحي الجديد والله هو قانون الصحي الجديد يعني نتمنى أن يصل للأمل الموجود عند جميع المواطنين لأنه معلق عليه أمال كتير جدا عند جميع المواطنين خاصة بعض المرضى اللي هما يفتقدوا الحصول على حقهم الدستوري والقانوني في العلاج خاصة أني قانون التأمين الصحي الحالي اللي تم تطبيقه سنة 1964 كان الهدف منه أنه هو يستمر خلال عشر سنين يعمم على جميع المواطنين في الدولة خلال عشر سنوات للأسف هذا لم يحدث فأصبح إلا أن وصلنا إلى قانون مشروع التأمين الصحي الجديد المشروع ده للأسف في بعض العيوب ودي اللي هتقابله عند منقشة في مجلس الشعب مجلس النواب خاصة أن بعض الأحزاب عندها نية أن هي هترفضه لحين إصلاح بعض الحاجات وهي أول حاجة ملوش ميزانية محددة يعني القانون المقترح المقدم لمجلس النواب يفتقد الميزانية يفتقد الدراسة الاجتوارية يفتقد تحديد كم واحد هيعالجه خلال قدقي يفتقد الخطة المسبقة يفتقد مصادر الدخل وده شيء خطير جدا يعني أنا هتطبق دي أهم حاجة يعتبر في تصور القانون منين مشروع؟ الأخطر من ده أنه هو بيعتمد على مصادر دخل غير سابتة على سبيل المثال أنه هو عايز ياخد فيه أن أحد المقترحات أنه يتم الحصول على الحاجات الملوثة للبيئة وهي مثلا على سبيل المثال الأسمنت هياخد منها ضرائب طب الحصول منها ضرائب فيه تحت باب أنها ملوثة للبيئة ولنفترض خلال عشر سنوات خمستاشر سنة عشرين سنة وقد يكون أقل من كده أصبحت وطورت من نفسها وتخطط المرحلة وأصبحت يعني غير ملوثة للبيئة تمام أصبح توقف الملف يعني مصادر دخل يعني فيه فيه عقبات كتيرة جدا فيه عقبات جديرة بالملف عشان كده فيه هيتم المطالبة بعرضه على المجتمع المديني وعرضه للدراسة وتحديد لي وعمل ليه دراسة اكتوارية وتحديد لي ميزانية واضحة ومصادر دخل واضحة والحكومة هتتحمل منها قد إيه يعني فيه شوية حاجات كتار جدا لازم كان أنا يكتمل قبل أن نقدم للبرلمان وعشان كده هيقابل بمشاكل وعيوب كبيرة جدا نتمنى أن نعدي منها في فترة أليلة جدا عشال الأمال تتحقق للمواطنين تمام هنروح لأول خبر معنا بالصور المكولون العرب يرفض علاج الجنيني بعد قطع قدمه ده أول خبر معنا وهنسأل ببردو الأستاذ عبدالله صبيح للأسف يعني ده أحد ده جنيني في مستشفى مولين العرب وهو رايح الصبح للمستشفى حتى عرض لحادث كتار قطع رجلي قدمي فحب يستغيث بالمستشفى فالمستشفى يعني ده واحد جوه المستشفى كان الرد السيء جدا من إدارة المستشفى وهو هتكسي وتعالى هتكسي وتعالى واحد ما ندوش رجلين أصلا يعني إزاي وإزاي ده واحد من أبنائها فما بالك إذا كان مواطن عادي إذا كان ابني المكان يتم معملته بالشكل السيء ده طب باقي المستشفى هنعمل في باقي المرضى في باقي المستشفى فده أصار غضب الزملاء والزملاء دي في المستشفى طبعا ده أرسط حقوق يعني ده لليوم التالت النهاردة ومازال الإضراب مستمر ومازالوا مضربين عن العمل بيطلبوا بحقوق بيطلبوا انا شايفينه دي برضو مخالفة قانونية مخالفة قانونية وسقطة إنسانية سقطة إنسانية قبل ما تكون قانون قبل ما تكلم عن القانون اللي هو حقه قانوني دستوري إنه هو لازم يحصل على العلاق لا دي سقطة إنسانية نتكلم برضو في الخبر في تفاصيله هو الخبر تفاصيله بالمستشفى بعد تعرضه لحادث قطار أثناء ذهابه للعمل يعني هو كان ذهب للعمل وتم بطر قدمية أو الحادث القطار يعني حاجة مفزعة ربنا صبر أهله واش فيه حتى قانونا هو في مهمة العمل يعني هو هو في حيز العمل قبل العمل بساعة وقعد العمل تقريبا بساعة وساعتين اه مش حاجة من الحاجات اللي هنتكلم فيه نقول مثلا ده هو كان مريض مسبقا وعنده فشل كله وعايز يعمل عملية واستغل وظيفته لا دي حاجة يعني ربنا احفظ لجميع عمين مين يتمنى لنفسه ان هو يعني المفروض ده كمان قانونا بيتم احتساب القصة دي إصابة عمل طبعا لأنه هو في الوقت الوقت العمل فطبعا الموضوع تساعت وبيطالبوا بقى حاليا بتثبيت الموقاتين بوضع برنامج واضح لعلاج العاملين داخل المستشفى او داخل الانظومة المفروض كان هيحصل اجتماعي مبارح مع رئيس الشركة المؤمنين العرب يسيركس الإدارة طبعا ما حصلش المفروض هيحصل النهاردة برضو ما حصلش ده أصار غضب الناس الموجودين هناك بيطالبوا بأحالة الناس كل ما هو فوق الستين هو المريض دلوقتي حاليا يعني في الوضع الحالي انت بتقولي اليوم الثالث هو فين دلوقتي يعني هو في المستشفى المريض هو وصل بس المشكلة بعد ايه وبعد ايه يعني وتصرف ازاي هم رفضوا رفضوا على الجوه تمام وده طبعا شكل سيئي جدا وإنساني للأسف يعني نتمنى يعامل المواطن مصري على إنه إنسان أنا عندي هنا في الخبر برضو ان السبب سبب البتر أو الحادث تسبب في رد ادارة المستشفى في غضب جميع الموظفين يعني حتى موظفين المستشفى نفسهم لا بالفعل اه اداريين وتوليد اه اه vine كلهم يعني في غضب جميع الموظفين والاضرب يعني العمل والمطالبة بحقوق زميلهم إن إنسانية للأعمالة المصرية دي أبسط حقوقنا ده كان شعرهم إن العمالة الإنسانية يعني أبسط حقوقنا كعامل مصري أبسط حوقه إن أنا أتعالج أتعالج على نفكة المستشفى أو على نفكة الدولة أو على نفكة العمل خصوصاً الإصابة من العمل برضو أنا عندي هنا في الخبر رفض موظف المستشفى تدخل العضو المنتدب وده عايزين نوضحه عضو المنتدب شركة ما قوله عرب الدكتور مصطفى محمود لحال المشكلة رفضوا دخوله أو رفضوا تدخله وكمان طالبه بحضور المهندس إبراهيم محلب عايزة وضح ده وقت للسادة مشاهدين هو لما حاول يتدخل عضو المنتدب لحال المشكلة طبعاً هم رفضين مش عايزين يتكلموا معاه هم عايزين يتكلموا مع رئيس مجلس الإدارة أو عايزين يتكلموا مع المشكلة مهندس إبراهيم محلب على أساس أن هم شايفين أنه هيصلوا معاه لحقوق لكن العضو المنتدب شايفين أنه هو مجرد تدخله هو تهدئة للوضع وليس حل للمشاكل القائمة ومنذ فترات طيب قبل ما ناخد الخبر التاني برضو أنا عايز أتكلم على حتة أن المهندس إبراهيم محلب كرئيس وزراء أسبق هم طلبوا بحضوره مش عشان كرئيس وزراء علشان هو كرئيس مجلس إدارة الشركة هم عارفين دلوقتي في مشاكل يعني هم بيقولوا في المحسوبية وفي مشاكل جامدة جداً في الشركة ممكن نقولك الدوق عليها وفي مشاكل طبعاً من الفعل هم في ناس فوق الستين لم يتم إحاراتهم إلا المعاش وما زالوا مسكين مناصب إدارية وده مسبب لهم مشاكل كتير جداً خاصةً بيقول شوياً لهم بعض المحسوبية أو بعض رجالهم يعني مش مجرد أن هم موجودين عشان أنه هم كفاءات أو 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 فهم عشان كده هم بيطالبوا بالكفاءات أو التصعيد التصعيد للقيادات ومن إحنا ما نقفش عند قيادات معينة عدة المعاش وصلت سن المعاش عدة سنه المعاش قبل سن المعاش هم المستمرين هم بيفضوا المبدأ ده كمان بالإضافة أن هم بيعانوا من قصة عدم الأجور العادلة في فروق في الأجور في فروق ضخمة في الأجور يعني ودي مشكلة بالنسبة لهم برضو مشكلة اختارة جداً في زل ناس مؤقتين يعني في فروق ضخمة جداً وفي ناس مش طايلين حاجة فبالنسبة لهم في أزمة حتى على الأقل نفسياً قبل ما تقول ما دي يعني ليه واحد بياخد رغم نوعه فوق سن المعاش بياخد الموظف بيحس بيطالبه طبعاً في عمله وصالة ما يكون مخلص وبيعدي عمله على عمل وجه واحد ليساً مؤقت رغم أنه ده بيشتغل وده بيشتغل بس هو دي المشكلة بيطلبه تعيناتين هنروح للخبر الثاني وهو كارثة بكل المقيس نفايات طبية خطرة ومواد كيميائية سمة وإشعاعية في عرض الشارع بالفيوم أعطت مستشفى الفيوم العام ظهرها لجميع القوانين والمعايير الدولية المعتمدة والمنوطة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية وقامت بإلقاء النفايات الطبية الخطرة في الشارع نفايات طبية خطرة يعني احنا بنتكلم في النية يعني في ايه بعد كده اهمال طبعاً المفروض النفايات الطبية دي رقم واحد والتخلص الآمن ولها طرق تخلص وبيكون خارج المدينة خاصة عن النفايات الطبية لإني لها امبعاسات حتى بعد المحارق يعني المفروض انها بتخلط في محارق حتى يتم تقلص منها وبقايا المحارج بيتم دفنه فالطبية تحديدا الخطرة يعني كمان بعد المحرقة ما تؤدي عملها بيتم دفن لازم لها مدافن ومداين خارج الحيز العمراني وده تحديدا أنا أعرف أنه دوست دائما في المستشفيات العامة المتحدة إذا كانت هذه الشروط أكيد يعني دليل على أن لها خطورة وخطورة كبيرة جدا سواء كان على الناس أو البشر نفسهم أو على البيئة تؤثر بشكل صحي فعلا على البيئة أو على المجتمع وده من ضمن تحذيرات من نظام الصحة العالمية فلما نسأل أن دي تحذيرات من نظام الصحة العالمية وليها طرق وحاجات بالشكل ده حاجات علمية احنا بقا للأسف ضربنا كل ده الأرض ولا شفناها أصلا ودناها له ظهرنا وبنرميها في الوقت دام المواطنين وقبر موجودة وحاجات موجودة نحن عايزين برضو معرفة سيدا مشاهدين أن النفايات الطبية الخطرة دي مش مجرد يعني في بعض ثقافة الناس فاكرين أنه هو شاش أو أطمع أو حاجات بسيطة لا دي إبر ودمضات ولسقات وكفزات ونبيب وأدوات للانتعاش الوريدي والبطيني ومواد كيميائية سمى آخر حاجة وإشعاعية كل دوت يعني بيتمثل في نواة النفايات الطبية الخطرة يعني حدودك لو على سبيل المثال أي حد لمس أي حاجة يكون فيها أثار المريض عنده فيروس سي أو بيع على طول كمان مرة خطيرة عن كده كمان طبعا نحن عندنا عندنا مية وخمسين ألف مصاب بفايروس سي سنويا كمان 60% منهم داخل المستشفيات يا رقم خطير 60% داخل المستشفيات إذا كانت المستشفى هي المفروض بتعالج وبتحافظ إذا كانت المستشفى هي المفروض مصدر الأمان للمواطن هي ملغية حكمة الوقاية خيرو من الألاج يعني المستشفى ماشي بالعكس يعني إذا كانت هي المفروض بتعالج يعني إنت أتخيل أنك ممكن تبقى داخل سليم ما عندك شي حاجة وبتتعالج من حاجة تانية خالص فييجي لك حقنا غلط تلمس ملمس لحاجة غلط المياد أو 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 الأسار أو أو يجي لك فيروسي تخرج عندك فيروسي فالموضوع عوضوع كبير طبعا وخطير جدا جدا وحتاج لوقفة ووقفة حياء جدا يحتاج لوقفة من الطب الوقائي لأنه هو المنود بدأ داخل وزارة الصحة يبقى فيه تعذير يبقى فيه عقاب وعقاب كبير جدا عقاب راضي لأن ده بيكلفنا كتير وبيكلف الدولة كتير ده غير الإصابات بقى البشر نفسهم أو الناس أو المواطنين أدخل مستشفى أطلع مصاب أدخل بمرض أطلع بمرض تاني ومش كده وبس والدولة هتصرف عليه كتير لازم يبقى فيه وقفة ولازم يبقى صورة زي دي زي اللي أنا نشرتها المفروض مجرد ما تتنشر يعني يبقى فيه حالة فورية وبقالين إحنا بنتكلم كمان في حاجة يعني مش فيه محارك بس مش محركة ده فيه شركات كمان متخصصة فيه الشركات المتخصصة ولكن هنعرف موضوع الشركات المتخصصة بعض الفاصل أعزائي مش هادين فاصل ونواصل رجعنا لكم أعزائي مش هادين بعض الفاصل وكنا بنتكلم عن نفايات الطبية الخاطرة خصوصا مستشفى الفايوم العام ألقت نفايات الطبية الخاطرة في الشارع كنا بنرجع برضو على سؤالنا المهم اللي هو إن فيه محركة لكل مستشفى عام خاصة بنفايات الطبية لازم لها محركة وفيه حاجة كمان أعز أتكلم عليها دي مهمة اللي أنا سألتك عنها وإحنا في الفاصل الشركات المتخصصة مش فيه شركات متخصصة لجمع نفايات الطبية مع المحارك برضو؟ المفروض إن المستشفى العام المركزية عندها نفايات عندها محارك خاصة بها بيتجمع لها جميع النفايات اللي بتبقى في الوحدات الصحية أو في المستشفى المركزي أو بعض المستشفى المركزي كمان عندها محارك وبتم أو يا إما بتتجمع في المستشفى المركزي يا إما في المستشفى العام المفروض إن المستشفى العام دي هي المحطة الأخيرة في المحافظة في المحافظة اللي هي بتكون معنية إن هي بتبقى عن المحارك دي فلما نسأل إن المحطة الأخيرة بتلقي هي اللي بتقولكي النفايات الطبية يبقى فيه كارثة ما قبل ذلك انت فيه كارثة كبير جداً ماذا تفعل وحدة الصحية برضو فيه سؤال مهم عايزين اتكلم برضو الاكتر من ده اه بزرط السيدليات عايزين اتكلم عن السيدليات ازاي بتتخلص من نفايات السيدليات الخاصة بيعملوا ايه السيدليات اللي في كرة وفي الريف دي مشكلة كبيرة ما زعفة ما زعفة فيه مشكلة فيه مشكلة خطيرة جداً يعني لازم يبقى لازم يبقى فيه رقابة ولازم يبقى فيه رقابة ورقابة شهيدة وقوية جداً لان قد تكون فيه عبس وعبس كبير جداً من قبل بعض الاطفال في القرى هم مفهموش حاجة وما يعرفش ان دي خطر فممكن لو لقىها في الشارع يلعب بيها طبعاً طبعاً يعني بنسبة للسيدليات طبعاً خطر والمفروض الموضوع ده متقني لك انا بكلم عن المستشفيات العام يعني المستشفى العام دي هل يعني انا هنا سؤال يعني بيحيرني السؤال بيسأل نفسه هل يعني مفيش محركة طب مفيش شركات متخصصة ولا الموضوع بيخش في البزنس والمناقصات ويعني مفيش شركات متخصصة لجميع نفايات انا عرف ان فيه كل نشفى لها شركة على الاقل المفروض فيه شركات بيبقى متعاقدين مع شركات لان مش جميع النفايات بيتم في المحرك الخاصة اللي داخل مستشفى بس للأسف دايما بيكون فيه تلاعب تعاقدات ومن اجل يعني فيه بيزنس ملاقي فيه سبوبة تمام اه فالمفروض يتم الوضع ده والقضاء على هذه الازمة ويتم تحديد محرك على سبيل المثال ورقابة عليها طبعا اه بالزبط على سبيل لازم تكون تابعة الدولة تابعة الوزارة بلاش المحرك الخاصة لان المحرك الخاصة دي ايا كان عمرها ما تقوم بالتخلص الامن العلمي المتبع في جميع الدول او كما تنص عليه بنظام الصحة العالمية لذا لابد من وقفة وقفة حقيقية جدا من قبل الطب الوقائي بوزارة الصحة ومن قبل الادارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة للعلاج غير الحر ومؤسسات غير حكومية بوزارة الصحة اللي هي بتشرف على الصيدليات او المستشفيات بتشرف على المستشفيات الخاصة او المنشآت الطبية الخاصة لان الوضع فيها اخطر بكتير جدا من المنشآت الحكومية فاذا كان دا حدث حصل في مستشفى حكومي فما بالك ما لعدش في مستشفيات الخاصة موضوع خطير ويحتاج الى وقفة حقيقية ورقابة شديدة وعقاب قوي وعقاب شديد من قبل الدولة هنروح للخبر التالي برضو بنتكلم عن هو خبر مهم جدا العلاج المناعي للأورام ينهي عرش الكيميائي خلال خمس سنوات فقط كشفت الجمعية الدولية لأورام السدي والنسف المؤتمر الصحفي لها تمهيدا لمؤتمرها الدول السامن عن تطور علمي كبير بظهور علاج جديد مناعي يمكنه تحقيق الشفاء لأورام الرئة والمسانة في مظهرة النتائج الحديثة إمكانية استخدامه في أورام السدي وعلنت عن توقعاتها بانتهاء عرش العلاج الكيميائي تماما خلال خمس سنوات ده طبعا موضوع مهم جدا جدا يعني بيتعاني منه فئة كبيرة جدا من المجتمع عندنا أورام السدي للأسف احنا عندنا نسبة الأورام للأسف انتشر كتير جدا خلال الفترة الأخيرة في بعض الدراسات أو الإحصائيات بتقول ان احنا عندنا ما بين ستة إلى خمستاشر حالة يوميا رقم رقم يخد طبعا يعني ده معناه ان احنا فعلا لا محتاجين وقفة أكبر من كده ان هو علاج الكيميائي أصلا علاج غالي جدا بيبتلع جزء كبير جدا من ميزانية الوزارة الصحة يعني على سبيل المثال احنا بننفق ما بين مليون ونص إلى اتنين مليون قارات علاج عن نفات الدولة لغير كمان العيب اللي على المواطن يعني دي كارات الدولة لكن العيب اللي على المواطن طبعا يعني أصعب كتير في بعض الأدوية اللي علبة الواحدة عملة 9000 و12000 و10000 يعني محدش يقدر عليها الموضوع بينتشر الموضوع بيزيد الموضوع محتاج أمل في العلاج المناعي ومحتاج إرادة قوية من الدولة للتوسع في مراكز الأورام على مستوى المحافظات خاصة في المحافظات الحدودية أو المحافظات النائية يعني ليه يبقى احنا عندنا بلد بحجم مصر فاحة 90 مليون عندنا مركز قومي للأورام واحد بس في مصر تمام تمام عندنا مراكز آه طبع الوزارة تمام بس احنا عندنا مركز اعتبر القومي الرئيس واحد واحد لا يكفي وخاصة ان المتمركز في القاهرة وبعض المستشفيات أو مراكز في القاهرة في جزء في المحافظات بس محتاجين توسع أكبر تمام وبرضو دكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس في الحديث عن المؤتمر قبل مسأله في سؤال لأستاذ المشاهدين لأي حد يهدد إضراب الأطباء المرضى وتواصلوا معنا الأرقام على الشاشة احنا في امتظار تواصلكم ونرجع لسؤالنا برضو للأستاذ عبدالله صبيح بالنسبة للعلاج مناء الأورام من عرش الكيميائي في تفصيل أكتر لدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الجامعية الدولية المنعقدة يوم 14 و15 الحالي إن العلاج المناعي الأورام الجديد ظهر في العالم خلال العامين الماضيين يعني الموضوع مش جديد ولكن إحنا يعني لسه بنبحثه لكن الحمد لله تجربة نجحة وقدى إلى ارتفاع نسب الشفاء بشكل كبير جداً إحنا بنتكلم إن الدكتور بيقول إن من سنتين في تجارب عن كده وقدت لنجاح كبير وفعلاً هيبقى أمل وأمل كبير جداً لإن مشكلة الأدوية الكيميائية اللي موجودة دلوقتي بتطور مع المريض للأسف المريض برضو لها أثار وفيه معاناة جير وفيه ألم بيبقى تابع لبعض جرعة العلاج وقلم شديد جداً بالإضافة إن نسبة النجاح بتاعته قليلة جداً يعني ده برضو ده مشكلة يعني أنت بتعالج وبتصرف والناس بتتعب وفي النهاية نسبة النجاح أو نسبة الشفاء بتاعته بسيطة جداً فعشان كده العلاج الجديد عليه أمل وأمل كبير جداً قد يكون في البداية تكلفته مرتفعة بس قد يقول بس أكيد من المؤكد إنها تبقى نسبة الاستفادة منه أكبر بكتير جداً بدلاً من أنا بنفق وبنفق كتير ومليارات وفي النهاية للأسف برضو ما بصلش إلى نتيجة اللي هي المفروض أصل لها تمام والدكتور برضو شامل غزالي رئيس المؤتمر بيقول من الانتصارات التي يقدمها المؤتمر السامنة من عقد يوم 14 و15 هو ظهور عقاقير جديدة تؤدي إلى الوقاية من سرطان السدي يمكن استخدامها خصوصاً بين السيدات الذين يحملوا عوامل خطورة المرض ودي حاجة مهمة جداً طبعاً يعني احنا بنتكلم على حاجة استباقية أول أسف احنا عندنا في مشكلة ومشكلة خطيرة جداً المفروض الواحد بيروح يعمل مجموعة من التعليل ومجموعة من الأشعاءات خلال كل ست شهور انت بتطمق في الحالة دي انت بتكتشف الحاجة بدري شوية كل ما تكتشف بدري كل ما تقدر نسبة الشفاء عندك بترتفع وتقلل نسبة الجراحة بالمرض بزرط احنا للأسف ما بنروحش المستشفى ولا بنفكر إلا لما نقع هي دي هو ده اللي يقصد الدكتور أن احنا المفروض يكون عندنا اختبارات في الأول عشان بناء عليها هقدر أقول أننا مؤهل أننا ممكن نتعرض للمرض ده ولا لأ فيه بيانات فيه دلالات فيه مؤشرات بتقول أننا ممكن فيه إصابات أننا ممكن نتصاب بالمرض ده في المستقبل أو لا خاصة أمراض الأورام فالمفروض أننا نروح كل ست شهور أو ما بينه الوقت والتاني نعمل بعض من التحليل الفيروسات الكابدية للأورام في بعض الدلالات بتقول أني وارد الإصابة أو لا نروح للخبر التالي مهم جدا بس قبل ما نروح بذكر برضو السادة المشاهدين سؤالنا للسادة المشاهدين إلى أي حد يهدد إضراب السادة الأطباء المرضى وإحنا في انتظار تواصلكم والأرقام على الشاشة الخبر المهم التالي وزارة الصحة 1.1 مليار جنيه فطورة مصروفات المراكز الطبية المتخصصة عام 2015 شايف الخبر إزاي؟ طبعا إن أنا أصرف المبلغ مبلغ ضخم طبعا مبلغ ضخم مبلغ حلو جدا بس للعلم ده حاجة اسمها أمانة المراكز طبية المتخصصة يعني مجموعة مستشفيات آآ تبع الأمانة داخل الوزارة فده لم يبلغ على مستشفيات على وزارة الصحة وكلها لأ احنا عندنا آآ مليارات تنفق على التعميل الصحي من زاوية مليارات تنفق على مستشفيات المركزية من زاوية مليارات تنفق على الوحدات الصحية من زاوية وأمانة المراكز ده من زاوية أخرى برضو أيضا تاني خالص فده جزء آآ مستشفيات الأمانة المستشفيات الأمانة مراكز الطبية المتخصصة نقول للأمانة برضو طبعا إن هي أكتر المستشفيات مؤهلة مستشفيات اللي عليها من تطبيق المستشفيات القانون التامنية صحيح جديد لأن هي إلى حد ما عندها العلم كويس عندها الخبرات كويس عندها كفاءات عالية جدا من الطباء من التمريد بتاعتها حلوة جدا إلى جهازها حلوة جدا إذا تم مقارنتها بالمستشفيات العام أو المستشفيات المركزي للأسف لا تذكر جنبها تمام الخبر برضو تكملته بشكل موضوعي الدكتور موحي القاصد تطوير شامل لمستشفيات الأمانة بتكلفة 2.7 مليار جنيه خلال 3 سنوات يعني 2 مليار و700 مليون وكشف الدكتور أحمد موحي القاصد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان الأمانة تعمل حاليا على تطوير جميع مستشفيات الأمانة وتوفير الأجهزة الطبية وذلك من خلال خطة 2015 يعني هو أوضح برضو في السؤال هو المستهدف من الخطة دي خلال 3 سنوات من 2015 إلى 2018 هيصرف 2.7 مليون هيطور جميع مستشفيات تتبع الأمانة في جميع المحافظات هيكون عنده تركيش شوية على فكرة بمناسبة لنربطه بالخبر القابل منه بمراكز الأورام يعني يتم التوسع في مراكز الأورام خاصة أن الأمانة بتتميي شوية في حتة الأورام في مرض الأورام عندها مراكز ومراكز نكحة جدا طبعا أشهرهم مركز الأورام الموجود داخل مستشفى معهب ناصر دي حاجة جدا وبعده هم خدوا الأدارة برضو في مركز الأورام الإسماعيلية فهم متميزين جدا في الحتة دي فعندهم برضو مستشفى الشرارم الشيخ الدولي اللقصر الدولي عندهم مستشفى عالية جدا في بعض المحافظات وعندهم مستشفى الهرم وعندهم مستشفى دار الشفا طبعا بتاخد حصلت على شهر الجودة وأكلم برضو أضاف ضمن خطة 2015-2018 منها تطوير مبدأ مستشفى الهرم بتكريفة 5 مليون جني وسيضم 120 سرير للقسم الداخلي وست غرب عمليات وأسطرة للقلب ده بخصوص مستشفى الهرم طبعا مستشفى الهرم بيقع عليها عليها لويد كبير عليها حمل كبير في قصة أنها يطع على إسكندريا الصحراوي وطريق الفيوم وطريق أسيوتو الغربي فبرضو تستقبل حوادث كتير جدا فمهم جدا أن يتم النظرة إلى مستشفى الهرم بشكل خاص وتطويرها لأن عليها حمل كبير جدا في الزاوية اللي هي فيها اعتبر الدكتور موحي قاصد مستشفيات الأمانة أمنا قوميا يعني تعبير تعبير محترم جدا أمنا قوميا لا يجب إهماله ولكنه يحتاج إلى دعم الدولة بشكل دائم يعني هو أنا شايف أنه هو تعبير جيف محله بس أهم حاجة ده يكون بشكل عملي يعني زي ما ذكرت الحضرتك ولذكر حضرتك مستشفيات الأمانة هي مستشفيات أكبر أكبر مستشفيات يمكن تابعة لوزار الصحة في مصر وزي ما قلت الحضرتك هي مستشفيات المؤهلة الوحيد والمؤهلة لتطبيق مشروع التأمين الصحة الشامل بيجد عنها طب إسمعنا ليه يعني عندها الخبرات زي ما قلت الحضرتك يعني الخبرات ولا مثلا الأجهزة أو الإمكانيات يعني إنكريات منشآت منشآت كما باني كوادر طبية منشآت كوادر طبية أجهزة طبية عندها أبحاث ما بتكتفيش إن هي تقدم العلاج فقط بس هو جال عشان فاضل دقيقتين فقط لغيره في حاجة مهمة طبعا لازم نتكلم فيها بعد ما تخلص جابتك تمام فهي ما بتكتفيش على قد تقديم العلاج عندها دراسات بحثية كمان في مجال الصحة ده موضوع مهم اللي هو إنذار قبل اشتعال مستشفى العريش العام الخبر ده كان مفروض ناخده في الأول ولكن إحنا لسه عارفينه عن قريب إيه تفاصيل الكارسة يعني إنذار قبل اشتعال مستشفى العريش العام دي مستشفى يعني مخازن الأدوية اللي فيه مخازن الأدوية ومستلزمات طبية فهه مخازن ما يقرب فهه أدوية ومستلزمات طبية بيقرب حوالي 6 مليون جنيه للأسف الكابلات بتاع القهربة ولوحة القهربة مكشوفة جدا فالهو كدوارد في أي نقل عامل بعض الأدوية وبعض مستلزمات يحصل ماس في الحالة دي هتلاقي الدنيا ولعت خاصة هتلاقي كمان فيها زي قنابل موقوتك داخل المستشفى هتلاقي الوخطوط الغاز الموجودة سواء كان قدسونات الغاز وي 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 فده يساعد الاشتعال أو احتراق المستشفى بشكل كام لأسف أني مفيش إدارة قوية تقدر تشعر بالخطر اللي قد يعرض المستشفى للدمار والإغلاق في درس الوقت احنا نفتقد الإدارة الرشيدة نفتقد الفكر الرشيد نفتقد الإدارة القوية ليه دايما المستشفىات الحدودية أو المستشفىات اللي في المحافظات البعيدة يعني دايما بيلاقي فيها إهمال وكوارس جسيمة ليه؟ إهمال وكوارس جسيمة لأنها بتعاني في معاناة مثل الحقيقة للإدارة بشكل عام بخاص والمرضى بشكل عام إدارة بشكل خاص إنه هو للأسف عنده بعض تخصصات نادرة جدا ما بيلاقيهاس زي تخصصات المخ وإحصاب زي تخصصات القلب تخصصات الرعاية تخصصات في بعض شوية للتخدير معدوش الكوادر الطبية اللي تقدر تقوم معاه بالإضافة كمان في عجز كبير جدا في التمريض عندهم فيه رفض دايما للأطباء إن هو يروح يعني بالتالي لو أنا ما عنديش كل ده هروح المريض مشالي أحاجة فما عدوش مفرغ القاهرة وقتنا عدى بسرعة أعزائي مشاهدين في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم وفي نهاية الحلقة بشكر الأستاذ عبدالله صبيح وحتى نلقاكم في حلقة قادمة لكم مني أراك تحياتي مامدوح محمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة